السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنتس حسام من قناة حسام ميره للرديو بإذن الله ما وعدنا النهاردة في حل مستويات تقييس معارض التفكير على الدرس الثاني حساب مسلسات وهو درس حل المعادلات المسلسية طبعا كنا حلينا اسئلة اختر وحلينا الاسئلة المقالية بعد ذلك ان احنا اتأخرنا في حل مستويات العليا ولكن زي ما قلنا هنا بنحل في القناة كل حاجة بإذن الله فانزلك المستويات العليا وبإذن الله بأمر ربنا تعودا لكم هانزل النهاردة الدرس التالت اللي هو حل المسلس القائم كامل كامل يعني هنزل لك اختر مقالي مستويات عليا ودرس حسابه بسيط جدا هنقفله وبإحنا كده قفلنا ثلاث دروس حساب مسلسات بالكامل لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وشار الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدب من الناس تعال نسمي باسم الله وخلينا نبتدي طيب الناس اللي محتاجة ملزمة الشرح الخاصة بنا موجود رقم في اسفل الفيديو كل اللي عليك هتبعط له رسالة واتساب صغ يرى تقول له تفاصيل الملزمة هيبلغ تفاصيلها يبعط لك عينة منها هي بمبلغ رمزة بسيط جدا جدا لو انت عايز تتابع معي هنا على القناة تعال نسمي باسم الله وخلينا نبتدي طيب السؤال الاول بيقول لي عدد حلول المعادلة جاسم بيساو صفر حاضر عارفين لما الجاسم بيساو صفر الحل العام بتاعها يا باش مهندس بيبقى عبارة عن الباي نون دي عرفناها من خلال الدرس تمام لكل نون تنتمي طبعا بصاب تمام طيب الوقت هو بيقول لك الفترة اللي انت شغل فيها من صفر لستة باي حاضر يا باش مهندس ما انا لو حطيت النون بصفر هتديني باي لو حطيت النون بواحد سوري لو حطيت النون بصفر هتديني صفر لو حطيت النون بواحد هتديني باي لو حطيت النون باتنين هتديني اتنين باي وهكذا تلاتة باي اربعة باي لحد خمسة باي المفروض اللي بعدها ستة باي بس هل انا معايا ستة باي لا هنا ستة باي مفتوحة لو كانت مقفولة كنت اخدتها معايا تمام فبيقول لي عدد الحلول كده كم حل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست يبقى انا بالنسبة لي ست حلول اللي اختيار رقم جين تمام كده تمام السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان جاء اللي بزاق الجابة بيسوي اتنين بص معايا احنا عارفين ان جاء اي زاوية وليكن جا سيتا محصول ما بين السالب واحد والواحد فده معناه ان القيمة العظمة لجا سيتا بيسوي واحد فامتى يا باش مهندس يبقى جازة جابة تسوي اتنين اكيد هو خد القيمة العظمة اللي هي واحد وهنا برضو اكيد خد القيمة العظمة اللي هي واحد ليه لان ما فيش اي قيمة تانية هتخلينا اتنين لان هي اكبر قيمة لها اللي هي واحد يبقى هو هنا اخد واحد وهنا اخد واحد فده معناه ان جاء الف بيسوي واحد طب يبقى باش مهندس ايه زاوية اللي جاء بتاعها بواحد طبعا هي زاوية تسعين وبرضو بقى هتبقى بواحد يعني برضو زاوية بقى بكام برضو زاوية بقى بتسعين تمام كده تمام فبيقول لي يا بش مهندس فإن أي علاقة من دي هي اللي صح تعال نجرب كده جاتة ألف يعني جاتة تسعين بصفر زائل جاتة باقي اللي هي جاتة تسعين بصفر ما دي صح يبقى دي صح هنا بيقول لي جاتة ألف نقص جاتة باقي ما هو يبقى جاتة تسعين نقص جاتة تسعين لو صفر نقص صفر بصفر فدي غلط طيب بيقول لي جا ناقص جا بيساو واحد هتبقى جا تسعين بواحد ناقص جا تسعين بواحد يعني واحد ناقص واحد بصفر فدي غلط جا ألف زقباء اللي هي جا مية وتمانين هي جا مية وتمانين يا باش مهندس بكام تعال نشوف كده جا مية وتمانين طبعا بصفر مش بسال بواحد يبقى برضو بالنسبة لي دي غلط يبقى انت كده فهمت الحل بتاعنا جا منين تمام كده تمام السؤال لبعض بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي نفس فكرة اللي فوق نا زي ما عارفين ان جا سيتا او جا سيتا اللي اتنين حدودهم من سالب واحد لواحد يعني القيمة العظمى بتاعتهم هما اللي اتنين واحد فبيقول لي جا سين زي جا سين فما فيش اي حاجة عوض بها تديني اتنين الا لو كانت دي بواحد ودي بواحد فده معناه ان جا سين بتسوح ومعناه برضو ان جا سين بسوح واحنا عارفنا ان جا سين بسوح عند الزاوية 90 درجة واجا سين بتسوح واحد عند الزاوية 0 لان شغال من صفر البي تمام كده تمام حتى البي مش معاي طيب فبيقول لي يا بش مهندس ايه هو الحل انا عايز حل ان هي زاوية عوض فيهم هما اللي اتنين طيب يا بش مهندس انت لازم تعوض في الجا بصف ولازم تعوض في الجا بتسعين خلاص فما تقول ليش عوض باللتنين لأ اصلا عوض باللتنين يعني ما ده معناه ان اخط هنا جا سف اليها بالنسبة لواحد وهنا جا سف اللي هو بالنسبة لصف يبقى واحد زائد صفر واحد مش باثنين لو عكست هتبقى نفس الفكرة هيبقى دي بواحد وده بصفر يبقى انا يا باش مهندس مفيش حل يوصلني للطريقة دي لان انا عايز اعوض هنا بصفر وعوض هنا بتسعين يبقى مجموعة الحل هي فاي اللي هو الاختيار رقم ايه رقم دال تمام كده تمام تعال نشوف اللي بعد بيقولي اذا كانت سين بتنتم من صفر لتلتمية وستين فان عدد حلول المعادلة ده طيب المعادلة دي ادي تلاتة جاسين بتساوي زاسين اللي يعبار عن جاسين على ايه على الجتاسين تمام كده تمام طيب ماشي لو انا عايز اصبت المعادلة دي انا ممكن اضرب الطرفين في جتاسين يبقى دي اعبار عن تلاتة جاسين جتاسين لما اضرب دي في جتاسين دي هتروح معدي يبقى اعبار عن جاسين فقط وده النحية التانية يبقى تلاتة جاسين جتاسين ناقص الجاسين اللي كان ده بصفر خد الجاسين عمل مشترك يا باش مهندس هيبضلك ثلاثة جتا سين ناقس الواحد بيسوا ايه بيسوا صفر تمام كده يبقى انت عندك اول احتمال ان جا سين بتساوي صفر واحنا عارفين ان الحل اللي عام بتاعها هو باي نون لما حط النون بصفر هتطلع ببي لما حط النون بصفر هتطلع بصفر لما حط النون بواحد هتطلع ببي طب لما حط النون باتنين هتطلع باتنين باي خلي بالك اتنين باي اللي هي تلتة مية وستين وهنا معاك عكس السؤال رقم اي واحد فهنا طالما معاك يبقى الجا كده فيها تلات حلول هيطلعونه صفر ومئة وتمانين ويه تلت ومئة وستين طيب الحل التاني ان تلاتة جاة سين ناقص الواحد بتساوي صفر وادت ان احنا التانية يعني تلاتة جاة سين بتساوي مجاب واحد اقسم الطرفين على التلاتة فجاة سين بتساوي تلت تمام كده طبعا جاة سين بتساوي تلت من غير محسبها الجاة المجاب في الربع الاول والربع الرابع يعني اتطلع لكم حل اتنين يبقى حلين هنا اتطلع لحلين وهنا فيه تلات حلول يبقى انا معايا خمس حلول يبقى الاختيار الصح رقم ايه رقم دال تمام كده تمام اللي بعد بيقول لزاة سيتا بيساوي اتنين هنا بقى الزا ما فيش حدودها واحد ليه لو انت عملت تاني اتنين بقيمة تاني تلاتة بقيمة خلاص تاني خمسة طبعا بقيمة فالتان ما لهاش حلولت هنا معانا تمام كده تمام يبقى انا لازم افك دي دي عكس الجاة والجاة يبقى انت لو جالك جاة و جدا فك لو ما جالكش سوري لو جالك جاة و جدا اشتغل بالقيمة العظمة والصغرى جالك زا ابدأ فكها ماشي دي زا سيتا يبقى زا سيتا زاة سيتا اللي هي واحد على زا سيتا كم ده بيساوي كم اتنين عشان اخلص من الزا سيتا اللي في المقام هاضرب المعادلة كلها في زا سيتا زا سيتا في زا سيتا بزا تربية سيتا لما هاضرب دي في زا سيتا دي هتروح مع دي يفضل واحد بيساوي اتنين زا سيتا تمام كده دي زا ودي دي النحية التانية بقى زا تربية سيتا ناقص اتنين زا سيتا زايد واحد الكلام ده بيساوي ايه بيساوي صفل تمام كده تمام هنبدأ ان نحلل دي طبعا ده هم مربع كامل جزر الاول زا سيتا شرط اللي في النص سالب الاخير موجب كله تربيع بيساوي صف طالما حاجة تربيع بيساوي صف يبقى ما داخل القوص بيساوي صف يبقى زا سيتا ناقص واحد بيساوي صف ودي السالب واحد ان احنا التانية فده معنا ان زا سيتا بيساوي موجب واحد تمام كده تمام طب خلي بالك ان هو مجموعهم اتنين فما ينفعش ان احنا نقول الا الزاوية 45 لان الزاوية 105 بسالب واحد فده كانت هتبقى سالب واحد وده سالب واحد يعني سالب اتنين طالما هو حدد اللي هي موجب بيبقى سيتا في 45 فقط فخلي بالك ان زا 45 بواحد وزاة 45 بواحد لان مقلوب الواحد هو واحد فبيقول لزاة 2019 سيتا يعني واحد قس 2019 وبعد كده زاة اللي هو واحد برضو قس 2019 يعني واحد زايت واحد بيساوي اتنين يعني الاختيار جيم هو الاختيار الصح بتاعنا المرضو مسألة بسيطة كده رقم ستة بشمهندس بيقول لك قيمة سيتا التي تجعل جزري المعادلة ده متسويين عشان الجزين يبقوا متسويين المميز اللي هو باق تربيع نقص أربعة أليس جيم الترم الأول لازم يساو صف طيب المميز اللي هو الباق تربيع دي طبعا معامل السين فاتنين تربيع باربعة نقص أربعة الألف اللي هو معامل السين تربيع بواحد في الجيم اللي هي الحد المطلق اللي هي اتنين جاتها سيتا لازم الكلام ده يساو صف قد أربعة وده أربعة في اتنين بتمانية بس بالسالب والدنحة التانية تبقى موجة بتمانية جاتها سيتا طيب ماش عايزين نقسم الطرفين على تمانية عشان نخلص من دي كده يبقى الجاتها سيتا بتساوي أربعة التمانية اللي هي نص قال لك ان انت حدودك من صفر ليه اتنين بايت طيب ما سهلا ايه الزاوية اللي الجاتها بتاعها بنصة بشمهندس طبعا الزاوية ستين في الربع الأول ومجابة في الربع الرابع يعني 360 نقص 60 يعني 300 درجة طيب ماش هو محولهم الستين دي اللي هي باية على التلاتة يبقى ده هي غلط وده هي غلط طب التلتمية التلتمية دي اللي هي خمسة باية على التلاتة يبقى بالنسبة للاختيار رقم جيل هو الاختيار الصح وتعالي هقولك هتعملها ازاي كل اللي هتعمله هتقول تلتمية على مية وتمانين هتندي لك خمسة على تلاتة تبقية خمسة على تلاتة طبعي زمن علمتك خلال الدرس لو انت تبعت الحل معي تمام كده ده بالنسبة للسؤال ده سؤال سهل برضه خلي بالك السؤال الاساسية كلها سهلة بس بتعتمد تكون فاهم الدرس كويس السؤال اللي بعده بيقول لي مجموعة حل المعادلة ده هي حاضر دي معادلة كده ما تيجي نزبطها شوية قدي الجاتة ربيع سين وقدي سالب جا سين جاتة سين وبدل الهصة اللي هناك دهتها هنا الجاتة كانت بالموجب هتيجي هنا بالسالب يبقى سالب جاتة سين والجا كانت بالسالب هتيجي هنا بالموجب يبقى موجب جا سين الكلام ده بيصاصف تمام كده تمام طيب تعال ناخد من الاتنين ده هم الجا سين عمل مشترك فيبضل جا سين ناقص جاتا سين تمام كده تمام وخلي بالك ان دي جاسين ناقص جاتا سين بس احنا هنرتبهم بس يعني خليها موجة بها ودي جاسين ناقص جاتا سين شايفي الاتنين دول كده باش مهندس ممكن ناخدهم مع بعض عامل مشترك يعني ممكن ناخد جاسين ناقص الجاتا سين عامل مشترك هيفضل ايه هيفضل من هنا ادي جاسين ودي على دي هتديك موجة بواحد يبقى جاسين زائد واحد الكلام ده وبيصوصف تمام كده تمام قلنا دي بتتحقق امتى لو الزاويتين متتمتين ازاي يعني مجموهم تسعين يعني عند 45 درجة وعايز مجموعة الحلول خلي بالك تمام كده طيب امتى تانية باش مهندس احنا عارفين ان جاء مجابة والجاء مجابة في الربع الاول طب اللي اتنين سال بين في الربع التالت الربع التالت اللي هو 180 زائد الزاوية يعني 180 زائد 45 يبقى 225 يبقى هما بتساوى عند ال45 وعند ال125 درجة تمام كده تمام طب عندي هنا بقى النجاسين ود الواحد النحية التانية بتساوي سالب واحد طب يا باش مهندس الجاء بتساوي سالب واحد امتى والله يا باش مهندس الجاء بتساوي سالب واحد عند طبعا عند المتين وسبعين عند المتين وسبعين وعند ايه تانية باش مهندس عند التسعين بموجب واحد ويه تاني عند المتين وسبعين بس صح يبقى ايا بالنسبة لعند المتين وسبعين فقط تمام كده فبيقول لك عايز مجموع دولك معهم كده 45 و25 يبقى معاك كام؟ يبقى معاك 270 270 و 270 يعني 540 طيب عايز تحولها للباي يبقى 540 على 180 تطلع معاك 3 يعني 3 باي يعني الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصح تمام كده؟ تمام هل نشوف اللي بعد رقم 8 يا بشمهندس بيقول لي برضو نفس الفكرة مجموح حلول المعادلة دي اقول له حاضر طيب جاتا 2 سين ادي جاتا 2 سين بتساوي سالب جا 2 سين طيب ماشي عايزين نحولها لدلة واحدة عشان نعرف نتعامل طالما جات لك جاتا وجاي بقى عايز تحول للزا يبقى نقس منه بالمرة على سالب جاتا سين ليه باش مواندي السالب عشان اخلص من السالب ده وهنا برضو لا جاتا 2 سين بقى عشان هي الزاوية 2 سين وهنا سالب جاتا 2 سين السالب اروح مع السالب وهنا بالنسبة لجا على جاتا هتدي نزا 2 سين بيساوي طبعا جاتا 2 سين على جاتا 2 سين هتروح 1 على سالب 1 يعني سالب 1 فده معناه ان زا 2 سين بيساوي سالب 1 قالك ان انت حدودك من الصفر لل2 باي طب هدال كده الزا بتساوي سالب 1 امتى لو احنا كده اشتغلنا على الارباع يا باش مهندس وركز الوقت في الكلام اللي انا هقوله او عن طريق الحل العام براحتك يعني انت عايز تشتغل الارباع تمام ايضا تشتغل بالحل العام برضو الان تشتغل بالحل العام الزابط تشتغل سلبة في حالتان الحالة الاولى حوله في ربع اخر وطورة امهان tua الفيات بحضانasında في ربع اخر الربع اتبرع زوجه من الريدClass طيب ماشي ا copp4 ماد fold不g او خليها 45 في الربع التاني يبقى 180 نقص 45 يعني 135 طب الربع الرابع 315 تمام كده ده كده انا اشتغلت على الزاوية طب الحل العام بتاع ايه قالك الحل العام بتاعك في الزاوية بتاخد الزاوية الصغيرة اللي هي 135 لو جينا حولناها 135 على 180 اللي هي 3 على 4 يبقى بالنسبة للحل العام 3 على 4 باي زائد باي نون ده الحل العام بتاع الزاوية تمام كده لان انت شغال من صفر لتنين باي يعني الحد تلتمية وستين طب يا بش مهندس لو انا حطيت النون بصفر يبقى 3 على 4 باي لو انا حطيت النون بواحد ركز لي بقى يبقى دي 3 على 4 باي والنون بواحد يعني زائد باي البي ده هيك اللي هي 4 باي على 4 يعني انا هتطلع معايا كام المقام متواحد باربعة 3 باي واربعة باي يبقى 7 باي على 4 خلي بالك 7 على 4 لسه ما وصلتش لتنين لان انت عايزها 8 على 4 فاهمني ان انت عايز فهتزود كمان هتخلي النون باتنين يبقى ديها باش مهندس او هتزود دورة كمان لان المديه هزود على ديه اربعة كمان يعني هتبقى احداشر باي على الاربعة تمام كده فاهمني ابتعال كده 11 على الاربعة فقال كام 11 على الاربعة فقال لاتنين وخمسة وسبعين بس خلي بالك اتنين باي دليها تلتمية وستين لو عملت 11 في باي اللي هي مية وتمانين على اربعة هتطلع معاك ربقى مية خمسة وتسين تمام كده تمام بس خلي بالك انت تقم معاك ضعف الزاوية اللي هي اتنين سين فخلي بالك من النقطة دي انا بحسب على الاتنين سين كده يا باش مهندس الاتنين سين هيجيبه الناتج ده لو اسمته على اتنين لسه ما وصلتش لتلتمية وستين هي دي فكرة السؤال فهزود كمان اربعة لما زود كمان اربعة يبقى خمستاشر باي على الاربعة دي هشوفها جابت وللأ يبقى خمستاشر في مية وتمانين على كام على الاربعة هتطلع معاك سبتمية وسبعين على الاتنين بقى التلتمية وسبعة وتلاتين لو جربت اللي بعدها اللي يد ساعتاشر باي يبقى تساعتاشر في مية وتمانين على الاربع واسمت الكلام ده على اتنين عدد تلتمية وستين طالما عدد تلتمية وستين يبقى هو ده اخرك يا هيززاوية بقى تعالى بس ننظمها كده يبقى الزواية 3 على 4 باي 7 باي على الاربعة 11 باي على الاربعة 15 باي على ايه على الاربعة بس خلي بالك ان كل الزواية دي باش مهندس اللي هي 2 سين تبا انا عايز اعملها سين هضرب في نص لما اضرب في نص انا هضرب دي كله في نص يبقى 2 فاربعة بتمانية بقى انا هخلي كله مقامهم كام تمانيات بس كده يبقى دي كده زاوية سين هلي بالك لان السؤال ده مخادع تمام كده دي كده زاوية سين هو عايز مجموعهم خلاص المقام 1 ب 8 3 و 7 و 11 21 و 15 يبقى 36 باية طبعا 36 على 8 يبقى فال كام 36 على 8 3 3 زائد 7 زائد 11 زائد 15 على 8 يبقى 9 على 2 يبقى مجموعهم 9 باية اللي اختيار رقم جيم ده سؤال جميل جدا جدا وركز عليه رقم 9 بيقول لها إذا كانت 6 تنتمي للفترة من 0 على 2 وكان للمعادلة جزر وحيد طالما جزر وحيد يبقى المقدار ده مربع كامل المربع كامل كان الحد الأوسط بيجي مجب أو سالب في جزر الأول جزر السين تربيع اللي هو سين في جزر الأخير اللي هو واحد يعني المفروض مجب أو سالب 2 سين يبقى لازم أن الحد الأوسط مجب أو سالب 2 سين طبعا هو حد سالب بيبقى لازم الحد الأوسط سالب 2 سين يعني ده ايه؟ لازم كانت تبقى سالب 2 سين يبقى أنا بالنسبة للمجدر اللي جوه ده هو هو باتنين لأن معايا السالب ومعايا السين فده معناه أن زا سيتا زا 1 على زا سيتا الكلام ده بيساوي كام بيساوي 2 تمام كده؟ تمام طب لو فكنا زا سيتا ده ايه؟ فبرا عن جا سيتا على جاة سيتا خلي بالك واحد على زا سيتا اللي هي زاة لو فكناها بتبقى جاة على جاة يبقى دي جاة سيتا على جاة سيتا لأن ده ايه؟ زاة سيتا الكلام يساوي اثنين كلام جميل لو اضرب المقام بجا سيتا جا تا سيتا اضربتهم في بعض فهو اضرب مقص جا في جاger تلبيه سيتا وج陳 في جاتا تلبيه سيتا بيني يراحلو اتنين جا يراه التربية دولة تلبيه سيتا تلبيه دولة بواحد يدحى مقام على مقام يعني سيتا مقام على واحد الى هى جا سيتا هيتساوي على بسط تلبيه على الان على الان يهرة بالنسبةhd يبقىther الناس ال quem confuse الانضبط رقم الضتم بجا نشوف اللي بعد. اسئلة جميلة جدا وبسيطة طبقا ربنا. طيب رقم عشر يا بش مهندس بيقول لي ايه? ركز كده معي. بيقول لي يا بش مهندس اربعة جاتة سين زائد تلاتة. جاسين بيساوي تلاتة. فالنظار سين بيساوي كام? طيب ركز كده. بص يا بش مهندس قلت لما يبقى معاك جاتة زائد جا وعايز توصل الزامش هتوصل لها الا عن طريق مين? عن طريق التربية. فانا هربع على الطرفين. يعني ده ايه? عمل لها تربية ولها تربية. بص بق معاي. 4 تربية يبقى 16 جاتة تربية سين. زائد 2 في الاول في التاني. 2 في 4 بتمانية. تمانية في 3. بـ 24 جا سين جتة سين. الاخير تربية. تسعة جاتة تربية سين. الكلام ده هو بيساوي كام تلاتة تربية اللي هي 9. بص بقى انت معك 9 جا تربية هتاخد من دهيه. 9 جاتة تربية. يعني هناخد من ده 9 يفضل كام? يفضل 7 جاء تربية سين. زائد 24 جا سين جاتة وهنا هناخد من نسبالي قهدي تسعة جيتا تربيع سين زائد تسعة كتير بيسوي تسعة ليه يا بش مهندس هقول لك لان لو خدت من هنا تسعة عامل مشترك هيفضل لك جيتا تربيع سين زائد جيتا تربيع سين اللي هي بواحد بقى تسعة فواحد بتسعة هتقوم شاءل التسعة لهي مع التسعة دهي خلاص كده ده بقى زي الفل بقى معاك ده هو بس بيسوي صفر طبعا يبقى من هنا هتاخد الجتة سين عامل مشترك هيبضل لك سبعة جتة سين زائد 24 جاسين الكلام ده جميل طيب ماشي يبقى يا إما الجتة سين بتساوي صفر الجتة سين بتساوي صفر وطبعا الجتة بتساوي صفر فين طبعا جتة 90 عند الزاوية ايه عند الزاوية 90 درج تمام وهنا بالنسبة لك بقى باش مهندس سبعة جتة سين ودي دي نحية التانية بتساوي كم بتساوي سالب 24 جاسين طبعا عايزين نحول للزا هنقسم الطرفين على سالب 24 جتة سين صح كده وهنا برضو سالب 24 جاتة سين ده كلام دي أميل ديش يبقى جاء على جتة اللي هي زاوية سين هيساوي سا دي جتة جتة مع جتة يبقى سالب 7 على الاربعة وعشرين يبقى إذن ان الزاوية سين بتساوي سالب 7 على الاربعة وعشرين اللي هو اللي اختيار رقم ايه رقم جين تمام كده هل فهم مشاكل اللي بعد رقم 11 بيقولي الحل العامل المعادلة دي حاضر معك زاوية وزا اعرف ان انت هتفك الزاة اللي هي جتة سيتة على الجا سيتة ناقص الزا اللي هي جا سيتة على الجا سيتة وطبعا بالنسبة لك القاء اللي هي واحد على الجا سيتة تمام كده تمام طيب عايزين نواحد المقام وضربهم في بعض يبقى دي جا سيتة جا سيتة وضرب ما قص يبقى دي جا تربية سيتة ناقص جاف جاف بجاة تربية سيتا الكلام ده بيساوي واحد على جاة سيتا تمام كده تمام ممكن اشير الجاة سيتا دايما على الجاة سيتا ده وضع اصبح بواحد يبقى ايزا البسط بيساوي المقام يبقى جاة تربية سيتا ناقص الجاة تربية سيتا بيساوي المقام اللي هو جاة سيتا تمام كده تمام طب عايزين نخليها في معادلة واحدة ما احنا عارفين ان جاة تربية سيتا زائد جاة تربية سيتا بيساوي واحد فده معناه ان جاتا تربية سيتا بتساوي واحد ناقص جاتا تربية سيتا لها تشيل الجاتا لان معايا هنا اللي اتنين جاة فشيل الجاتا تربية ده وحط واحد ناقص جاتا تربية سيتا ودي سالب كمان جاتا تربية سيتا بيساوي جاة سيتا تمام كده وزي الفول طيب سالب وسالب يبقى سالب اتنين جاتا تربية عنودي النحية التانية يبقى موجب اتنين جاتا تربية سيتا ومعي هنا موجب جاستيطة ، când 1ه يذهب بسالب واحد ف Hari ستحلل مت Rh assez 2 2004 الكلام متلؤ س rough 1 سابقا 8 المجموع 1 لتقمcy 1 تقمcy 1 من هنا سيبقى السابق السابق co2 سيبقى 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 سالب 1 يعني أن conc kilo 1 يبقى 2 خلي بالك عند المتين وسبعين. هتبقى لو احنا خدنا الزاوية يعني متين وسبعين. هنقول واحد علاجاتة متين وسبعين. اعملها كده. واحد علاجاتة متين وسبعين. تطلع معايا أيرول. مافيش معرفة أصلا. يبقى ده مرفوضة. أصل بص. الزاوية اللي انت عايز تجيبها. لازم تحقق للمعادلة ده كلها. فتبقى قاسية اللي هي واحد علاجاتة. ما ينبيعش دي. فيبقى بالنسبة لي دي كده مرفوض. طيب الجا ستة بتسوا نص امتى والله الجا ستة يا بش مهندس بتسوا نص عند الزاوية 30 صح 30 دي اللي هي باي على 6 تمام كده يبقى أنا يا بش مهندس المفروض الحل العام بتاع للجا حكتين طيب أنا عرفت كده إن الزاوية بكام بباي على 6 تمام كده يعني المفروض الحل العام بتاعي هيبقى باي على 6 صح اللي هي الزاوية بتاعتي زاية ايه زاية باي نون كل دورة كده عشان شغال مع الز马 طيب ماشي أنا الوقت يا بش مهندس خدت الزاوية تلاتين ونسبتها للزا ما الحل العام بتاع الزا ucharما أقولت الجاي الحل العام بتاع الزا الزاوية الصغيرة اللي هي بيع على ستة زائدة Здесь هل هنا بيع الآتنين زائد باي نون دي أكيد استحان ودي برضو أكيد استحان صالب بيع على ستة زائد برضو أكيد استحان لا يبق أهي دايق طب ليه يا بش مهندس هي اللي اختيال رقم ألف أقولك الوقت يا بش مهندس دي صالب واحد السنون تمام كده? لو حطنا النون بصفر هتبقى بيع على ستة سائب بينه طيب ما هي دي? لو حطنا النون بواحد يبقى سلب واحد والس واحد اللي هي سلب اللي هي دورة الزاو الزطة يبقى أنا بشغال على مين على الزاو الزطة يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم ألف هو الاختيار الصح تمام كده? 11 سؤال أخطر جميل جدا جدا تعال الله بقى نخش على الأسئلة المقالية دي الأسئلة سهلة جدا برضو فركز معاك عايز مجموعة تحل المعادلات حقا وشغلك من صفر الاثنين بقى يعني التلق الاربعة تربية طيب دي اتنين جدا تربية سيت زات بص بقى معايا متطبقات والنسبة مسلسية بقى على الاثنين اللي هي تسعين تسعين ناقص ربع أول وتسعين بتغيير يبقى دا كأنها 11 جدا سيت ناقص ستة الكلام ده بيصوصف دي تتحلل يقام عن طريق الآلة يقام عن طريق إيدك تمام كده? دا تتحلل طبعا هتبقى سهلة بإذن الله اتنين جدا سيتا في جدا سيت بيصوصف الاخير سالب واحد مجم واحد سالب عايزين عددين ضربهم ستة والفرق ما بينهم 11 تمام كده? طب ما سهل دي اتنين احط هنا المجموعة بستة بقت 12 وشيل منها واحدة بقت 11 تمام كده? طيب من هنا ان اتنين جدا سيتا بتساوي واحد ومن هنا ان جدا سيتا بتساوي سالب ستة وده مرفوض لان حدود الجدا زي ما احنا عارفين منين من الواحد للسالب واحد او من السالب واحد للواحد طيب هنا اقسم على الاتنين يعني الجدا سيتا بتساوي نص وعارفين ان الجدا مجابة فين في ربعين الربع الاول والربع الرابع الزاوية اللي الجدا بتاعتها بنص هي الزاوية 60 وفي الربع الرابع يبقى 360 ناقص 60 يعني 300 درجة مجموعة الحل 60 و300 دي مسألة سهلة جدا جدا نوجي لك في اي وقت ما فيش مشكلة رقم اتنين بيقول لي 4 جا سيتا تمام كده زاد القطة سيتا اللي هي بالنسبة لي ايه القطة سيتا اللي هي واحد على جا سيتا الكلام ده ناقص 4 بيساوي ايه بش مهندس بيساوي 0 تمام كده تمام طيب اتعامل مع المسألة دي ازاي بش مهندس او لو انا عايز اوحد الكلام ده فعايز اخليه يعني من نفس القطة معذرة مقلوب الجا مقلوب الجا دي فات خلاص كده ده كده الموضوع سهل بقى معايا معادلة هاي فانا هاضرب كل المعادلة دي في ايه في جا سيتا عشان اخلص من المقام يبقى دي كده اربعة جا تربية سيتا لما اضرب ديه في جا سيتا هتديك مجاب واحد معلش خليه هنا في الاخر وده هيبقى بالنسبة لي سهلة باربعة جا سيتا لان السلب باربعة جا سيتا تمام كده بقت كده بالنسبة لي سهلة جدا جدا على فكرة ده هم ربع كامل هتاخد جازر الاول باثنين جا سيتا او لو حللته القصين شبه بع وطبعا اشارت له في النص والاخير طبعا الكلام ده تربية بيساوي ايه صفر طالما حاجة تربية بتساوي صفر يبقى لجوه القوص بيساوي صفر يبقى اثنين جا سيتا ناقص الواحد بيساوي صفر ود الواحد الناحية التانية بقى اثنين جا سيتا بيساوي واحد اقسم على الاثنين يبقى جا سيتا بتساوي نص طبعا الجهة مجابة في ربعين الربع الاول والربع الثاني الزاوية الجهة بتاعها بنص طبعا هي الزاوية 30 والربع الثاني 180 نقص 30 يبقى 150 درجة هي دي كده الاجابة بتاعي تمام؟ بجموعة الحل 30 و 150 تمام؟ رقم 3 بيقول ليه؟ بيقول لي جاتا سيتا حاضر آدي الجاتا سيتا مليش دعوة بيها زائد القا سيتا اللي هي واحد على جاتا سيت مضروبة بجاتا تربيع سيت آدي جاتا تربيع سيت بيساوي كان بيساوي جزر ثلاثة تمام كده تمام شيل ديه مع واحدة من ديه فيبضل لك جاتا سيتا بقى معاك جاتا سيتا ويه جاتا سيتا يعني اتنين جاتا سيتا بتساوي جزر ثلاثة اقسم على الطرفين على الاتنين كده ده اتروح معديه يبقى الجاتا سيتا بتساوي جزر ثلاثة على الاتنين الجاتا مجابة في ربعين هما الربع الاول والربع الرابع تمام كده الأول الزاوية اللي الجتب بتاعتها بجازة 3 على 2 الزاوية 30 طب الرابع 360 ناقص 30 يعني 330 درجة يبقى مجموعة الحل بتاعته 30 و 330 السؤال اللي بعده وش مهندس بيقول لي زاق الصر بعبوس طالما لقيت القس دهو ضعف دهو يبقى دي بتتحلي يبقى دي هاخده الصغير اللي هو زاة ربيع سيتا مضروبة برضو في زاة ربيع سيتا تمام كده الكلام ده بيصوصفه تمام تمام الأخير موجب بشرطين شبهة اللي في النص سالب والي اتنين كده كده اتنين في واحد بس كده يبقى انا بالنسبة لي من هنا النزاة ربيع سيتا هيساوي واحد فده معناه النزاة سيتا هاخد الجزب بموجب او سالب واحد طب ازاوي اللي الزاوية تاعتها بواحد 45 بس خلي بالك كده انت شغال في كل الارباع في كل الارباع يا باش مهندس تمام كده يبقى انت معاها 45 الربع التاني يبقى 180 نقص 45 بين 135 الربع التالت 180 زائد 45 بين 25 الربع الرابع 360 نقص 45 يبقى 315 يبقى ده مجموعة حل المعادلة ده هي بس تمام كده يبقى احنا معنا في المعادلة ده هي اربع زواية تمام طيب المعادلة التانية هيبقى زاة ربيع سيتا بيساوي اتنين خد الجزب يبقى الزاة سيتا بيساوي موجب او سالب جزر اتنين يبقى معاك هنا كمان اربع حلول اربع حلول اربع حلول يعني المعادلة دي لها تمن حلول هعمل بقى شفت تان جزر اتنين هيطلع الزاوية دي بقى بصة بشمهندس عشان هكتبها لك وبعد كده هنشتغل على هكتبها لك هنا هوا اول حل واربع وخمسين درجة اربع واربعين دقيقة وتمن ثواني تقريبا تمام كده الحل التاني بقى بشمهندس 180 نقص الانصر ده يبقى بالنسبة لي كام 125 وحولها معلش 15 وواحد وخمسين دقيق تمام كده طيب الحل اللي بعده هيبقى 180 زاد 54 فواصل 4 فواصل 8 فواصل تطلع معايا ب234 و44 ده الحل اللي بعده ب234 درجة و44 و8 طيب الحل اللي بعده 360 نقص الزاوية 5 4 فواصل 4 4 فواصل 8 فواصل تطلع معايا بكام تطلع معايا ب305 درجة و15 و52 يبقى هي دي كده الحلول بتاعته يا بشمهندس خلاص كده يبقى لازم نعرف الحلول بتاعتنا ونبدأ نشتغل عليه يبقى احنا كده عندنا كام حل يا بشمهندس عندنا كده ما شاء الله بالنسبالك 45 بعدها 54 بعد كده 125 بعدها 135 225 أو 234 بعدها 225 ايا كم مش هيفرق وبعد كده بالنسبالي 305 سواء دي ازاي 305 بقى نعمل لها خارجا دي بالنسبالي بمفروض 360 ناقص 55 يعني بمفروض كام لا 305 كده تمام 305 و15 لان انا فقدت دي 35 كده تمام يبقى يا دي كده مجموعة الحل بتاعتي بتاعت كل المسألة تمام كده تمام ده بالنسبة للسؤال رقم ايه رقم اربع ماشي السؤال اللي بعده بيقول لي يا بشمهندس بيقول لي اتنين جا سيتا جا سيتا زائد اتنين جا سيتا ناقص جا سيتا ناقص واحد هتصرف في المسألة دي ازاي هاقول لك يا بشمهندس مش دي كده الجا سيتا متقرر في مهم هم الاثنين اه خد اتنين جا سيتا عمل مشترك يفضل لك جا سيتا بيعتمد على التحليل والله بتاعتني اعداد زائد كام زائد واحد تمام كده ومن هنا أخد السلب عمل مشترك هيفضل لك جا سيتا زائد واحد الكم ده بيسوصفر بعد كده قاد الجتة سيتا زائد الواحد عمل مشترك فييبضلك اثنين جا سيتا ناقص ده على ده ي diagnostك واحد بيسوصفر تمام كده من هنا ان جتة سيتا هتتساوي سالب واحد تمام كده اول حل الزاوية دي طبعا بتساوي سالب واحد عند ال180 فقط تمام طب من هنا ان اثنين جا سيتا بيسووا واحد يأسم على الاثنين يبقى جا سيتا بيسووا نص طبعا الجم مجابة فين? اول وتاني. الربع الاول بالنسبة لي اللي هو الزاوية هتبقى كام? الزاوية اللي جابتها من نص ثلاثين. والربع التاني اللي هو مية وخمسين درجة. تمام كده? يبقى معي تلت حلول تلتين ومية وخمسين وتمانين. ويبقى انا كده مسألتي خلصت يا باش مهندس. كده تمام? تمام. تعال نشوف اللي بعد. السؤال رقم ستة يا باش مهندس بيقول ايه? بيقول لي جزر ثلاثة اربيع نقص واحد زائد جزر ثلاثة زا سيتة زائد واحد. على فكرة دي تتحلل يا باش مهندس ازاي? هقول لك. اقص ده جزر ثلاثة زائد واحد. اصل هو جامعة اللي اتنين دول مع بعض. يعني دي بالنسبة لي تتحلل. يبقى دي عبار عن جزر ثلاثة زا سيتة. ما تخافش من التحليل. مضروبة في ايه? مضروبة في الزا سيتة. تمام كده? اهو. الاخير موجب بالاشراطين الشباق اللي في نص سان. اللقم واحد واحد في واحد. دي عدة الدين سالي بواحد زا سيتة. ودي سالي بجزر ثلاثة. لو خدت السلب عام المشترك يبقى واحد زائد جزر ثلاثة timAAil يبقى من هنا ان جزر ثلاثة زا سيتا بيساوي واحد يسمع على جزر ثلاثة يبقى زا سيتا بيساوي واحد على جزر ثلاثة. الزاوية اللي الزاب تقيتها طب 1 على جهزة 3 طبعا 30 درج وخلي بالك الضم مجابة في الربع الأول والربع الثالث الربع الثالث 180 زائد 30 يبقى 210 درج يبقى دول الحلين هنا ومن هنا النظاة سيتا بتسوح الضم مجابة إمتى بقى اوضف ربعين الأول والثالث الزائد اللي الزائد بتاعها بواحد بخمسة واربعين طب الثالث 180 زائد 45 بـ 25 يبقى كم حل أربع حلول 30 و 45 210 و 25 يبقى هي دي كده الاربع حلول الخاصين بالمسألة بتاع تمام كده تمام وتعلم شوف اللي بعد بيقول لي زائد ربع زائد القاطر بيع اقول له ما تحكش عليك بس انا عايز ايه المسألة كلها تبقى زائد ربع ايه زائد زائد ربع سيتا والقاطر بيع دي انا عارفها من المتطبقات هي زائد ربع سيتا زائد الواحد الكلام ده بيساوي سبع زائد ربع وزائد ربع يبقى اتنين زائد ربع سيتا واد الواحد النيحة التانية يبقى سبع نقس واحد بيساوي ست عليه اتنين فى الواحد عليه اتنين فى الثلاثة يبقى الثلاثة ربع سيتا بيساوي 3 كد الجزر هنا ولجزر هنا الجزر هيروح مع القص يبقى الزائد سيتا ما تنساش موجة بأو سالب جزرة يتلا هذا مجمع سالب الأربعة الزاب هذا هو الرابع مجمع رابع 60 الأwasser nd x 60 هذا مجموعة الحل تمام chests زيتها زا تربيع يعني ما تحكش علي انا عايز ان مسألة كلها تبقى شبه بعض هل دي قاتربيع عشان افكها واحد زا ازا لا دي قابس يبقى انا افك المراض زا بس كده يبقى 6 فيه الزا تربيع اللي هي قاتربيع سيتا ناقص الواحد تمام كده تمام زا 5 قاسيتا زا 5 الكلام ده بيساوي ايه الكلام ده بيساوي صف طب ما تيجي نفك كده يبقى دي 6 قاتربيع سيتا ناقص 6 زا خمسة قا سيتا زائد خمسة بيساوي صف. طيب دي ستة قا تربع سيتا زائد خمسة قا سيتا سالب ستة وموجب واحد يبقى سالب واحد بيساوي صفر. طبعا ده تتحل لابش مهندس لستة قا سيتا. وهنا بالنسبة لي قا سيتا. طيب ماشي. الاخير موجب شرطين واحدة موجب واحدة سالب. بعدين ضربهم واحد مجموعهم خمسة بص. خلي الموجب واحد هنا لان هيديك ستة بالموجب. وهنا خلي السالب واحد هنا. طيب ماشي. يبقى من هنا ان ستة قا سيتا بتساوي واحد. ومن هنا ان قا سيتا بتساوي سالب واحد. تمام كده? يبقى انا وصلت لدول. تمام? طيب ماشي. طيب يبقى بالنسبة لي ان قا سيتا بتساوي واحد على ستة. خلي بقى لك ان قا مقلوب مين? مقلوب الجاتة. يبقى الجاتة سيتا. بدلا ما يواحد على ستة تبقى ستة. فده مرفوض. مينفعش الجاتة. الجاتة حدود من الواحد للسالب واحد. تمام? طب من هنا بقى بشمهندس ان القاسيتة بيساوي سالب واحد. فبالنسبة لي برضو الجاتة سيتة هتساوي سالب واحد. ليه? لان بالنسبة لمقلوب السالب واحد هو برضو سالب واحد. وده ما بحصارش اللي عند الزاوية مية وتمانين درجة. يبقى مجموعة الحل بتاعتي مية وتمانين درجة. تمام كده? تمام. كده بشمهندس بقى خلصنا درس حل المعادلات المثلثية. درس جميل وسهل وبسيط جدا بأمر ربنا. كده الحمد لله خلصنا الدرس ده وهنزل لك درس حل المثلث القائم بالكامل. يبقى احنا كده بإذن الله خلصناه تلات آآ دروس من حساب المثلثات. ونزل لك باردو بإذن الله الحصة الجاية. غالبا هتكون هندسة بقى اللي هو تطبيقات على المتجهات بأمر ربنا. كده بشمهندس وصلنا لآخر حصة النهاردة. اتمنى اكون ايديت تفيدك. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بترسألة بسيطة. هاي لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتغلات لايك وتشاري الفيديو عشان يوصل لأكبر عب من الناس. شكرا لخير الفيديو الجاي. كان معكم انتوس حسام من قناة خسامي رديات وشكرا.